فدر الوسائق هنا مش بس لها اهمية على المستوى القومي لا لا لكن على المستوى العالمي اه الاختر هقولك حاجة بقى اهم احنا بيوكاس اه كيمتك كمؤسسة بانك انت الريفرنس اللي رجعت لك قدية يعني ما تيجي تشوف مجموعة الكتب والابحاث اللي صادرت فترة مفتراتي يقولك انا رجع لدر الوسائق قومية فهنا كيمتك مصر تعلق بالزرح انت مصدر مصدر المعارفة صحيح مصدر مصدر للحضارة والتطور والبناء والتغيير اللي تم تصوى تغيير سياسة او اقتصادة وابتماعية وبالتالي اهمية الضرب دي كانت خطيرة احنا كنا بنحسها احنا بحسين في التاريخ وبتكتب في التاريخ وكيمة المعلومة وكيمة الوسيقة دي كانت خطيرة لان احنا عارفين قويس اولا ان الوسيقة كانت تكتب لحفظ الحقوق يعني وثيقة عقد زواب ده حفظ الحق ما بين الزوج وزوجته عقد ارض ده بين الاتنين اللي بينهم وبين بعض معاهدة سياسية او في الوسيقة صحيح لحفظ الحقوق لحفظ الحقوق انت بقى بتاخد تستغل تستخدم هذه الوسيقة في اللي حدث يعني انا مضمن الابحاث اللي انا قريتها في باحث عمل رسالة حاجة اسمها قبل انها هو كتاب 12 في سلسلة مصر النادر اسمه قبل انها تلغرب الحركة العلمية في مصر في العصر العثماني اعتمد عليه بقى لما جاء احنا قلنا له موضوع صعب وانت هتعمده ازاي اعتمد على حصر تركات العلماء وتجار الورق اللي كانوا في هذه الفترة لما يروحوا العالم كانوا بحصروا التركة ده رغم انها شوف موضوع تركة اهو ادباغه راح اه بالزبط اه فرح العالم ده مات يقول لك وقد حصرنا لدي كتاب تحت عنوان كذا ومكون مجموعة اوراق كذا فرصد هو الحركة العلمية في الفترة دي من مصدر غير تقليدي بس هو موجود عندنا بس موجود عندنا موجودة فين بقى في سجلات المحاكم بتاع الفترة طالع العصر واسماني فده بالنسبة لنا اغير مفاهم تاني هنا خطورة اللي عندك ده انك انت ممكن تغير ناس تعيش على حقارك بشكل معين وما لديك وفجأة تلاقي الوسيقى طالعة بتقول حاجة تانية بتقول حاجة تانية فده وده على هذا الامر موجود بشكل قوة مهم يعني انا اقول لك حاجة فأنا في وجهة برضو احنا بنتكلم عن خطيب الصورة الصورة 19 القصة سيرجيوس فيه خطيب بقى تاني مهم وخطير ومش واخد حقه يمكن انا بعمل حاجة عنه اللي هو مصطفى القياتي مصطفى القياتي مصطفى القياتي مصطفى القياتي ده ذهب للكنيسة لما حصل بريطانيا كانت بيتلعبنا بفكر اللقليات والفترة الطائفية وفترة الطائفية فذهب وخطف في الكنيسة وقال اذا كان الاستقلال سوف يؤدي الانفصام وعرى للوحدة الوطنية فليزب الاستقلال للجحيم فده كان وهذا الرجل كان مفوى وخطيب اه يعني ده قامة قدام القيس سيرجيوس بالضبط قال ده خطيب الصورة وده خطيب الصورة بره ده في الكنيسة وده في المسجد ده اقولك حاجة اخطر كمان في واحدة يهودية راحت الازهر وخطبت فيه وقالت انا مع الاستقلال مصر ولا يمكن ان تلعب بريطانيا بموضوع الاقليات في التفريقة بيننا كعنصر الامة اه هنا الوسائق يعني بترسم صورة تانية للتاريخ بالضبط يعني الحقائق اللي استقرت عندنا بتيجي الوسيقى تقولك لا اللي حاصل كذا فده خلى ايه فيه ارتباط شوية باهمية هذه الدار وانها وهي فكرة التكريس الوطنية والمشروع الوطني المصري وانها وتطوره وللأسف فيه كتير يعني مش قاري بشكل كبير وبناسبة الكلام ده موجود في الدار وموجود حتى في بعض الامور يعني فبينه هنا بدأ الارتباط بالدار دي في نفس الوقت بدأ الدكتور صبر كان عنده حلم ان احنا ليه ما نتبذل ارشيف البريطاني نكون عند قاعدة بينات الوسائق يبقى عندنا في مشروع قامل هذا الوطنية ما تبقاش الحكاية كده وانها كم مهمة ليه بقى لان احنا كنا هولا حضرك حاجة انا دخلت الدار دي كان كل اللي موجود في الدار اربعين فهرس ورقي لا اربعين واحدة ارشفية فقط اربعين فهرس ورق ومتهالك ونقعد نستنى على بيجي وهكذا على حين ان احنا عندنا كان ما يقرب من 485 واحدة ارشفية يعني اللي معروف للباحثين والناس اللي بيروحوا ويجهم ولدي تاريخ مصر 10% فقط 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 يعني اقل من 10% 455 فبالتالي هو يا جماعة تبليغ وبعدين فكرة انك انت لسه تقعد تستنى واحد زمالك مع الفهرس فتستنى استنى صحيح فبدأ من هنا فكرة ده وبدأ التعاون مع وزارة الصلاة فكرة ليه ما نعملش هذا الامر فعملوا بايلة درشكت كده صغير انك انت على تجربة على كم مجموعة من الوسائق ازاي نعمل فيهرس وازاي جابوا في حاجة اسمها التقنين الدوري للارشيف اللي عاملوا مجلس الدوري للارشيف وحنا عدوا فيه بدأ ان هو يعمل من الموضوع ده بطاقة وصف ال36 حقل ومع التعاون مع وزارة الصلاة بدأ يعمل هذا الموضوع فبدأ يقول طب يجيب بقى مجموعة من الشباب اللي هما يساعدهم منهم كان باحثين من معاديين ومدرسين مساعدين وفي الوقت ده أنا كنت بقيت مدرس في الجامعة بعض الدكتوراه فبرضو نفس الحكاية الزمالية في نفس سننا بدأ يستعين بيهم مع مجموعة بقى من اللي جابتوا بزارة الصلاة وبدأ فكرة يعمل مشروع قاعدة البيانات المشروع ده كان صغير وبعدين كبر وبعدين بدأ هو يتعامل القاعدة وده كان ايام طبعا دكتور رحمد نظيف لما كان موجود اه طبعا